اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللقب اللي احنا بنحاربه في الاعلام ابقى عانس يعني ما تجوزتش خالص تعالوا نسمع القصة من اولها ونشوف اميرا بعتت قولنا ايه اسمي اميرا وعندي 35 سنة الحمد لله على قدر كبير من الجمال وانا صغيرة كنت عيشة حياة مستقرة مع ماما واخويا واختي وبابا كان مسافر عشان يأمن مستقبلنا وفعلاً ما كانش حرمنا من حاجة كان بيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه وزيادة كمان مثلاً كان جايب لنا عربية بسواء بحكم اني بنت كانت أختي هي أقرب واحدة لي كنا بنحلم بمستقبل كويس وإننا ننجح ونحقق طموحاتنا أنا كنت عايزة أدخل هندسة وأختي كانت عايزة تدخل طب تبقى دكتورة بس فجأة الحياة قلبت لما أختي تعبت وجالها مرض نفسي صعب عرفت بعد كده انها مش هتخفي منه خالص المرض ده هو الفصام وأسفى في الكلمة بقى فيه ناس حوالينا بيتكلموا علينا بيقولوا ان أختي مجنونة معين ده بتلاق لا هي ولا احنا لنا زنب فيه بعد مرض أختي بابا حصلت له مشاكل في الشغل نزل من الصفر نهائي بدأنا نعيش معاناة معاناة المرض معاها وضعم مننا الاستقرار اللي كنا عايشين فيه ما بقناش نعرف نخرج كلنا زي أي أسرة عشان كان لازم نقسم نفسينا مجموعة تخرج وحد يفضل في البيت مع أختي اللي كانت حلتها صعبة لحد ما بدأت أحس بالنقص وأقول لنفسي إنه مرض أختي أكيد هيأثر على حياتي بعد ما خلصت الكلية خالتي قالت لي مين هيرضى يتجوز واحدة أختها مجنونة أنا محتاجة أقف هنا معلش عشان الجملة صعبة جدا وأنا مش أصدقها إنه في حد ممكن يبقى صعبة قوي كده إن خالتك هي اللي تقولك كده ده بيقولوا الخالة والدة طب المفروض تكون بتشجعك بتدعمك معاكي زعلانة لزعالكو بس الناس مع جملة زي دي من أقرب الناس لينا بتوجع قوي تعالوا نكمل عايزة أقولك يا سالي إن الجملة دي دبحتني وفضلت طول الوقت ترن في ودني بقيت لما حد يتقدم لي ببقى مش عارفة أقوله إيه ببقى متوترة ومتدايقة بقيت مهزوزة من جوايا لحد ما ارتبطت بطيار حبني وحبيته كنا خلاص هنتجوز فجأة يشاء القدر إني أدخل في تاني أصعب صدمة في حياتي لما خطيبي استشهد والطيارة وقعت بيه ساعتها فقدت إحساس الثقة بقيت عيشة مكسورة مرعوبة حاسة إني مش هفرح أبدا لما حاولت أدور على حد يطمني يعوض النقص ده عندي قبلت أشباه رجالة استغلوا ظروفي بقوا يحسسوني إنهم بيحبوني بيدوني الأمان يوعدوني بالجواز وبعدين اكتشفت إنهما بيرضوا غرورهم عشان يوقعوا واحدة جميلة وبس ولما حس باللف دماغهم وأبعد عنهم كانوا بيلفوا علي بكل الطرق يجروا وراي عشان رجع لهم تاني ارتبطت كذا مر بعد خطيب يا الله يرحمه لكن ما حصلش نصيب والمشكلة كانت عندهم مش عندي واحد كان ليه علاقات مش مظبوطة مع أجانب واحد كان مالوش شخصية كان بيسمع كلم واخته وأنا من النوع اللي مش هيقبل إنه هو يرتبط أو يتجوز لمجرد إني عايزة أبقى متجوزة قدام الناس وخلاص لا يتجوز صح يا إما ما تجوزش لحد ما قررت إن أنا أشيل موضوع الارتباط ده من دماغي نجحت في شغلي بقيت مهندسة شطرة اترقيت وبقيت كمان مدير مشروعات ساعتها خدت الصدمة الثالثة لما بابا توفى سابني ودي كانت آخر حاجة شالت الأمان من جوايا لأنه بابا الله يرحمه كان هو سندي وأماني ما تجوزتش لحد ما بقى عندي 35 سنة لسه جوايا أمل أروح بيتي اللي هيبقى مملكتي بس كل ما أقول لماما عايزة أعمل حاجة في البيت تقولي لما تروحي بيتك بقي عملي اللي أنت عايزاه وأنا فعلا نفسي أروح بيتي بس ما توفقتش لحد دلوقتي وللأسف بس مع كلام كتير بيديقني زي أي بنت تتأخر جوازها واللي تقولي أدي آخرت شروطك المعقدة اللي حطها في أي عريس لازم تتجوزي لحد ما طفشتيهم واللي تقولي أنت إزاي حلوة وما تتجوزيش لحد دلوقتي أكيد المشكلة عندك تتجوزي أي حد واتطلقي على الأقل تاخدي لقب مطلقة أحسن من لقب عينس وكلام كتير بيوجعني قلولي أعمل إيه خلصت الرسالة ورسالة على قد ما هي توجع على قد ما هي حلوة تلغبت أي حد طب أميرة عملت إيه أو إحنا بنهاجمها ليه أو مسؤولة عن أي حاجة من اللي هي فيها دلوقتي ولا هي ملهاش زم طب هل بنت فعلا مفروض تبقى متساهلة ومعنداش شروط ولا طموحات في الشخص اللي هيتقدم لها ليه عشان تعرف تتجوز ونخلص بقى منزن الناس اللي حوالي بقى ولا تصمم على شروطها تتنزلش أبدا يعني إيه كبرت في السن أصل ونظرة المجتمع والأطر فاتك يا بنت أسئلة كتير قوي في قصة أميرة يعني أنا مش عارفة أقول لكم أنه أنا لحد دلوقتي مصدومة من كلمة الخالة وعايز أعرف لأنه علم النفس هو اللي هيجاوبني هل الأم سكتت لما الخالة قالت كده ولا إحنا أقرب الناس لينا هم اللي كلامهم فعلا بيوجعنا ويطرى بيبوغدين بالهم ولا عاملين نفسهم مش من هنا استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن أميرة المهندسة الشطرة اللي عندها 35 سنة ولسه ما تجوزتش أميرة كانت تعيش حياتها في أسرة مستقرة ماما متها وأختها وأخوها بابها كان مسافر بيشتغل بار عشان يوفر لهم الحياة اللي بيحلموا بيها كانت أقرب واحدة لأميرة في أسرتها هي أختها الأخت دي فجأة قالها مرض الفصام مرض مزمن غير حياتهم كلهم اتغيرت الحياة أكتر وأكتر لما الأب رجع من الصفر نهائي بقيت الأسرة كلها شايلة هم الأخت المريضة دي لو حبوا يخرجوا لازم حد فيهم يقعد في البيت معاها عشان ما تقعدش لوحدها وبقى كل اللي حواليهم بيقولوا كلام بايخ زي خالة أميرة اللي قدت لها مين هيتقدم لك وانتي عندك أخت مجنونة لما أميرة ارتبطت بطيار حبها وحبته وقعت بيه الطيارة وستشهد لحد ما أميرة اتعقدت حاست إنه خلص مفيش فرحة هتكمل لها دخلت في كذا ارتباط بعد كده بس كل اللي هي كان بترتبط بيهم كانوا مش مناسبين أو نقدر نقول أشباه رجال قررت إن هي تسيبهم لأنها مش هتتجوزش نتجوز وخلاص بقيت مهندسة وشطرة مدير مشروعات بس نجحها في نظر اللي حواليها وفي نظر عائلتها مش كفاية ليه؟ لأنها ما تجوزتش ودلوقتي بيرولها اتجوزي وخلاص لو ما حصلش نصيبي بيتطلع يا بنتي وهو لقب مطلقة أحسن ما تبقي اللقب اللي كلنا بنحاربه عانس لحد ما أميرة نفسيتها تعبد خصوصا بعد وفاة والدها وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور رادو عبدالعظيم استشاري الطب النفسي عشان نشوف ممكن نعمل إيه في مشكلة أميرة وكل أميرة بتعنيه في المجتمع سأل فولي يا دكتور رادو أخبارك إيه الله يخليك إي رايك في قصة النهاردة قصة النهاردة هي قصة الساعة كنت بحكي لك في الكواليس قبل ما نبتدي إن لسه كان عندي مريضة عزيزة عليها جدا برضو حوالين السنة ده 36 سنة زي الأمر هي نبغة في القرية بتاعتها يعني هي كتكنة في قرية وأتم التعليمها الجماعي وبقت بتدرس في معهد بلغات وعندها عربيتها ودخلها ونكحة جدا والوحيدة في المكان اللي هي فيه بهذا النسب والحسب والتعليم والإمكانيات النتيجة إن هي تخطط الخمسة وثلاثين وفيه شاب معين بيتلاعب بمشاعرها كل شوية يوعدها بالارتباط ويبقى عايز يستغلها بطريقة أو بأخرى ومن غير ما ياخد أي خطوات جادة والأهل بيضغطوا عليها علشان تتجاوز والبديل إنه ناس غير مناسبين تماما جايين علشان يرتبطوا بها ما زي ما أنت بتقولي بالزبط البيت دي انتحرت بالقرص اللي بيتحط للغلة بسم فران ينهار أبيض وراحت المستشفى ومعنقزوهاش في القرية ده كرد عشان بسبب الضغط يعني قصة مش قليمة بشكل عادي يعني فأنا بديكي مثل ده اللي أنا عرفته شوفي كام مثل تاني في المجتمع لأن احنا عندنا حقيقة دلوقتي إنه أعداد الزكور في سن الزواج أقل من أعداد الإناس اللي في سن الزواج ونصهم مش عايزين يتجوزوا وعايزين يهزروا ويضيعوا وقت حيبت كيبع رجالة دلوقتي لا البنات عملت عليها وزياد البنات بيتضغط عليها والرجالة مش عايز تتجوز فاحنا مش هنوصل لحاجة يا جماعة معين هو البنت هي اللي تبقى موقفة جوازها يعني دايما بيقولك إنه انت ممكن تكوني شروطك كتير طلباتك كتير وأنا ميفهاش أحط شروط أو أحلام أنا باطمح ليها فمستر بيرفكت من نظري أنا مش هزم يقول نظرك وكلكو هو هايس بيرفكت أو كامل ولو كل واحدة مش عارفة هي عايزة وأخدت القرار بناءا على اللي هي عايزة هي مش هتكمل فهنا فكرة ضل راجل ولا ضل حيطة يعني هي كارثة الحقيقة قومية لأنه الحيطة بتسند والحيطة بتقي من البرد والتعب والجوع والدموع وحاجات كتير قوي مش هي اللي بيجيب البرد والتعب والجوع والدموع وهعملك أزمات ونحلها مع بعض بالضبط أنا ما كانش في حياتي أزمات يا ابني من قبل ما شوفك بالضبط لك هعملك أزمات ونحلها سوى عايزة أسألك بقى على سن الجواز هو مين اللي بيفرض علينا سن الجواز يعني إيه عدت الخامسة وثلاثين أنا فرق والنبي ما عملت حاجة لأنه أنا وانتي اللي بنقرر لنفسنا كأناس إمتى أنا عايزة أتجاوز وطبعا لا أنا أصدي الضغط يعني أقولك أنت حدتي الثلاثين ده أنت كسرة الثلاثين عفة إيه كسرة الثلاثين أكدنا عربية كسرة زيرو أنتوا بكلموا جد مصطلح إيه دي الفكرة؟ إيه دي؟ إنه ضغط الأسرة هنا بيبقى أهم فاكتور أو ضغط الدائرة الديقة الدائرة الديقة هي اللي بتأثر فيكي حسيت في دائرتها الديقة كان فيه ضغط؟ مامتها، باباها، أخوها، أختها؟ للأسف لازم نوضح أنه في القارية الدائرة الديقة بتشمل القارية تقريبا أنه كلهم يبقوا عاديين يا جماعة عندي خبر ليكم في حجر بعض من أنت مش عايزة تتجاوز كلهم عاديين في حجر بعض غير في المدينة البيوت بتبقى أبعد بتسكفل على كل واحد في المدينة بيبقى عمامك وخلانك وخلاتك بس وعمتك اللي من حقهم يدخلوا في العيلة لأنك أكيد مش زيهم ولو بيتقابلوا ولو بيتقابلوا إنما أنت في الآخر ليكي بيتك وليكي أسرتك وأبوكي وأمك والأنتراج أو الدائرة الديقة اللي حواليكي طب بس هنا إحنا مش فقاري يعني إحنا هنا في نكلم عن مهندسة يعني على قدر عائلة من التعليم باباها كان بيشتغل برة مامتها بتربي ثلاث أطفال فأكيد هي مؤهلة نتربيهم خالتها تقول لها كلمة زي دي يعني إيه أختك مجنونة يعني أنا هتكلم عن مرض الفصوان بس عايزة عرف إزاي من خالة يجي المصطلح دي لو دخلنا بقى على القصة بتاعت حضرتك تحديدا فإحنا عندنا عدة نقاط أو النقطة فيهم فكرة وصمة المرض النفسي وصمة المرض النفسي الإحصائيات كلها بتقول إنها قلت بنسبة كبيرة جدا بسبب الوعي والثقافة وجزء من الدور اللي بيلعبه التلفزيون المصري والتلفزيونات الخاصة والقنوات الخاصة وهو استضافة الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين هيسمعوا الكلام؟ يوعوا المجتمع واللي هنقول لا يا جماعة دي مثلا ممكن نوديها الشيخ أحسن ما نوديها الدكتور نفسي لقينا إنه اللي حضرتك بتقولي قل علشان فعالية الدواء النفسي قبل الستينات ما كانش فيه نفس الأدوية كان فيه دواء واحد أو اثنين لما النهاردة بقى فيه مئات الأدوية زوفة عليها اللي بتعالج المرض النفسي فأصبح مرض الفصام يعالج تماما ويتم الشفاء بشكل مئة في المئة فالأختها لو بتاخد العلاج السليم ومتابعة بشكل منتظم مع طبيب فهي تستطيع أن يبقى عندها حياة طبيعية وتبقى أم وزوجها وعندها أطفال يعني مرض الفصام بيتعالج مية في المئة مية في المئة؟ مية في المئة يعني مش مرض مزمن زي ما إحنا عارفين حضرتك المرض السكر مرض مزمن ولكن هل إحنا بنوصم الناس إن عندهم مرض سكر؟ هل إحنا بنوصم الناس إن عندهم الضغط؟ هل تعرف يا دكتور دواء أن فيه ناس ممكن ما يتقدموش لوحدة عشان عندها مرض السكر لأنه بيليك ممكن يجي لطفلها؟ لو بيحبها أنا شفت العجب لو بيحبها هيتقدم له وهيتجوزها ولو ماما مش موافقة وهيوقف أصاد الدنيا كلها ولو أخته مش موافقة أنا ردت على حضرتك إنه لو هو الراجل ده مقتنع بالست دي أو بالأنسة دي وعاوزها هو هيخدها وهيوقف أصاد كل عيلته وأهله ومش ممكن مرض له دواء اللي بيعاني منه بياخده بانتظام سواء راجل أو ست ويعني يعني هما لما ما كانوش بيخارجوها لما ما كانوش بيخارجوها وهم قوي كلمة تحت السيطرة يعني أنا أقدر نتكنترول أو نسيطر على المرض فخلاص طب ليه ما كانوش بيخرجوها معاهم؟ يعني ليه حد لازم يقعد معاها في البيت؟ فبالتالي هنا النقطة يا سالي فكرة إنه في مشاكل في الأسرة اللي أنت تتكلمي عليها يعني أميرة ما هيش في أسرة عادية أميرة كان فيه نوع من أنواع التفكك الأسري لأن الأب كان بعيد عن الأسرة فترة طويلة واضح إن فهمهم ووعيهم لإدارة مشكلة أختها كان محدود بدليل إنه هما حاسين إنه دعب وإنه دي وصمة وإنه دي مصيبة حصلت للبنت دي وكأن ملهاش علاج مع إنه فيه علاج والعلاج فعال جدا والعلاج مش دواء بس دواء وجلسات علاج نفسي وجلسات علاج جمعي وجلسات تأهيل ومليون ألف حاجة لأسرة مفروض إن الأب عائلها بيقبط بعملة تانية غير العربة المصرية وبيحاول يريحهم زي ما قالت عشان يأمل لهم مستقبلهم أحسن وواضح إنه هو علمها كويس وبقت مهندسة فما فيش تقصير في هذه الناحية ولكن واضح إن فيه تقصير في العلاج وما كانش فيه يعني هاندلينج ما كانش فيه تعامل سليم مع المشكلة ومناسب لحالة الأخت تعالي بقى نشوف رأيي الشرع المصري قال إيه في مشكلة النهاردة ونريد عالتين لو جيت رتبطت بنته وحد عنده مرض نفسي شديد في بيتها أو أختها أو أي أن كان مش هيفرق معي كتير يعني مهم إن هي تتعالج إحنا ممكن نبقى مرضى نفسين إحنا كلنا مرضى نفسين أصلاً الألقاب مطلقة أو عانس أو كده لا ما ينفعش أصلاً يبقى مجتمع في القرن الواحد والعشرين ولسه بنتحضر بالألقاب دي تبقى حاجة غلط جداً وبتضر بسمعتنا قدام الناس كلها أهل أميرة ما عندهمش الوعي الثقافي الكامل دايماً ناس بتبص بتهتم بكلام الناس اللي حواليها أكتر ما بيهتموا بتفكير بنتهم مش مراعيين خالص مشاعر بنتهم أنصح أميرة إن هي لازم تعيد تفكيرها في كذا حاجة تعيد تفكيرها في حياتها تعيش لنفسها بس ما تعيش لحد ما ينفعش تردب أي حد وخلاص عشان هي كده بتوقف فخي كبير قوي فخ الطلاق لأن هي بعد كده هتندم ألف مرة لأن هي مش هتحس بحد خلاص أصري مطلقة وممكن تخلف تكون معها أولاد ولا حاجة بتبقى يعني صعبة شوية إنها ممكن تتجوز بعد كده لما العانس دي ممكن تتجوز والمطلوبة ممكن واحد مثلاً كبير بتاعي يجوزها لما المطلقة ممكن بتبقى مشكلة تطلقت ليه وكده وممكن بقى الإشعات وكده دي طلقت إشعات الناس بقى طبعاً بيفتكرون مثلاً دي نفسياً ممكن يقول مرض وراسي أو بعد كده أو يعيروها بعد ما تخلف خالتك أولاد مثلاً أختها مريضة نفسياً الحاجات تعارف المجتمع بتاعنا يعني طلقة أحسن من عانس دي يعني برضو جملة مش قدي كده يعني بالعكس لا يا أنا عندي أفضل ليها إنها تفضل كده بوضعها ونصبها هيجيلها يعني ما فيش حد بيهرب من قدره ومن نصيبه يعني أهلي دايماً بيبقوا عايزين السطرة لبنتهم بس السطرة مش يعني بالشكل دواً ما ممكن هم يكونوا بيعقبوها يعني ما تعرفش مين اللي هيجيلها دا اللي هيجيلها دا ما ممكن يؤذيها نصب أميرها هو دا قدرها يعني أنا من رأيي إن هي تفضل أحسن كده ويتقال عليها أياً كان اللي تقال وتسيبها لقدر ربنا بقى يعني يعني بيرفضوه عشان مثلاً أختها عندها حالة نفسية وكده يعني دي حاجات كلها بتاعة ربنا ما ممكن هو نفسه الشخص أصلاً يجيله المرض اللي هو أساساً معترض عليه دا أو زي ما قلت يا دكتور ردو أن فعلاً الشرع بقى عنده وعي بالمرض النفسي وعندهم استعداد أنهم يتعالجوا وعندهم استعداد أنه دا ما يبقى شعيب أو يوقفها عن جواز إحنا كمان في مجتمعنا الشرقي والمصري عندنا حاجة لأنها خطيرة في علاج المرض النفسي وهو إنه فيه تكافل أسري يعني عندنا لما فيه فرد في الأسرة بيمرض كان المرض الأسرة كلها بتتداعى علشان تحتضنه وبتشوف أن هو واجب رعايته سواء بقى من جانب أخلاقي من جانب ديني من جانب مجتمعي إرث ثقافي فده مش في كل مجتمعات يعني لو نفس أنا رسا هسألك هوا بقى في القارية والقرى الصغيرة لا دا أنا أصدي أمريكا أنا أصدي أوروبا أنا أصدي دول تانية أنا بقول أننا لا بره هم متقدمين قوي في الكلام دا عنها بسير بالعكس بالعكس الجزئية دي إحنا بنتميز فيها لا بس الأغلبية يا دكتور رادوة بياخدوا مضادات اكتئاب يا فندم أنا بتكلم حضرتك على التداعي الأسري اللي هو احتضان الأسرة اللي إحنا هنا بنقول إنها حاجة غريبة اللي حصلت لأميرة إن الأسرة لا بره بحيث إنهم بردين أو بردين قوي وإتس ده اللي بكلم فيه ده اللي بكلم فيه لا أنا بكلم عن مرض عمونا تساب في إنستيتيوت يعني تساب في مركز للعلاج أو في مصحة إنما هنا لأ الأهل دايما بيحبوا لو حتى راجل أو ست كبروا من أب أو أم يفضلوا في بيت من العائلة أو البنت أو الإبنة فبالتالي لا غير هناك على طول روحها بس هنا احتضنوها بطريقة غلط برضو يا دكتور رادو بمعنى إيه؟ تحس إن هم حد بقى يقعد معاها في البيت بدل ما يخرجوها بدل ما يفكروا إنهم هنوح لدكتور من برحة هم تصرفوا بطريقة مش مفهومة يعني هنا التصرف كان فيه قلة في الثقافة قلة في الوعي مفيش فولو أب أو مفيش متابعة طبية جيدة يعني هم أصروا معاها قصدك؟ أنا مش عارفة الحالة بالزبط ومش عارفة إمتى تم التشخيص ومش قادرة أعرف هل هي فعلا كان عندها فصام ولا أميرة بتقول لنا حاجة مش مظبوطة لأ بس ليه خالتها هتقول إن هي مجلومة هل كان فيه تظاهر في الزكاء لأنه إحنا عندنا كثير من الحالات اللي ممكن نبقى فيها فصام في مراحل يعني متأخرة من العمر يعني بعد العشرينات ممكن إنه أصلا كان فيه عيب وراسي أو عيب جيني وما ظهرش غير بعدين فإحنا ما عندناش الحالة الطبية كاملة عشان نقدر نحكم عليها ونقيمها ولكن لو إحنا بنتكلم فقط على يعني تدهور نفسي فصام فهنا فيه مليون علاج وفيه طريق التعامل مختلفة وعمر مماريد الفصام بينزوي ونفصله وما نخرجوش معنا وما نقعدوش معنا ده كلام ضد العلاج طب لما خالها تيجي تقول كده العيلة دي شكلها عمل إزاي يعني وليه كده علم النفس بيقول إيه وليه الأم ما كانش ليها دور في القصة دي غير في الآخر أنا في رأيي أن القصة شوية نقصة يعني فيه تفاصيل كتير ما تحكيتش بديتيلز مهمة أو فيه تفاصيل مهمة بس 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 فيه تفاصيل كتير محتاجين نعرفها فين الأم فين دور الأم من البنت الأم قارت لها لما تروحي بيت جوزك بيعمل إلي أنت عايزة يعني واضح إن كان فيه جزئية كده إنه العلاقة ما بين البنت وأمها ما كانتش أفضل حاجة كانش فيه احتواء من الأم ويجوز ده كان برضو مع أختها أو إنها كانت حطين رعاية أزيد من اللازم للأخت وكان فيه تجاهل وعدم استعناء أو عدم اهتمام بالبنت التانية لأنها بقى ماشية في حياتها كل واحد له احتياجات ولازم يبقى فيه تأسيم في الرعاية ما بين الأبناء سواء مريض أو غير مريض طبعا فأنا في رأيي إنه الحتة بتاعة التعب البنت دي عليه علامات استفاهم كتير وبرضو العلاقة ما بين البنت وأمها والبنت وأبوها العلاقة بقى ما بين الجمال وسوق الحظ تحس إن فيه كتاب كتير الكلامه في موضوع ده فيه ناس كتير قالت لك كل ما تبقي حلوة كل ما حظك هيبقى وحش من كتر خطابها بارد ده أكبر مثل بيتقال في أغلبية بيوتهم مصري من كتر خطابها بارد كل ما بيتكلموا عليها من الموياف سنوية عاما بيقولون عايزين يتجاوزوه يعني الناس راحت فين خدي بالك إن إحنا كمان عندنا إشكالية تانية دلوقتي علشان قلنا إنه الزكور عادتهم بقى أقل من الإناث فبقى فيه جاءت على بنتي ما أقول رحدة تقولك كده لا بقى فيه بقى فيه إنه فيه بقنات كتير متحين متحين فالبنات كتير دي بقى فيه كمان بنات أكبر طب ياخد الحلوة وبنات أصغر وبقى فيه بنات معها فلوس وبنات ما معهاش فلوس وبقى فيه بنات متعلمات وبنات حظهم في التعليم مش بنفس القدر وبنات عدا باور وبنات لا وبنات شخصياتهم بتجذب شخصيات معينة في الرجالة بس الأمر للراجل ده مش عجبها ده فبقى فيه عوامل كتيرة قوي في المجتمع وهنا التحيز ضد التأخر في السن أو كبر سن الزوجة أو العروسة اختلافها ثقافيا أو اجتماعيا أو تعليميا عن الخطيب أو العريس العازي يتقدم فبالتالي هنا القرار ما هواش متروك للذكر للراجل بس لا القرار عادة في مجتمعاتنا بيبقى قرار عوائلي لازم العائلتين يوافقوا فحديثة لما بتتكلمي هنا على بتتجاوز يقولك إن لو بتيجي تتجاوز إنت بتتجاوز عيلة مش بتتجاوز واحدة بالضبط حاجة بقى تانية اللي لازم نتكلم فيها يا سالي إن هل العنوسة تقتصر فقط على المتجاوزة والغير متزوجة؟ إيه رأيك؟ لا إيه بتقتصر هي أولا هم قالوا كده وفي حاجة اسمها راجل عانس وفي حاجة اسمها ستة عانس عنديك مفاجأة وانا أصلا رفض اللقب ده خالص لا أنا الحاجة اللطيفة اللي عايزة أقولهالك إن هناك كثير من المتزوجون والمتزوجات عوانس يعني إيه عوانس في لغتك أو في اللي أنت عايزة تشرح أولنا؟ العنوسة هو وحدة إحساس بإني مفيش حد بيشاركني مفيش كومبني مفيش شريك حيال فهنا الفكرة ما هيش فقط تايتل ما هيش فقط لقب حاجة بتزوده على البطاقة إحساس ولوين كثير من المشاكل اللي بتيجي في مجتمعنا للستات اللي مرتبطوش بتبقى مرتبطة بفكرة اللقب اللي موجود في البطاقة والضغط المجتمعي ولكن في المجتمعات أخرى الفكرة دي ليست فقط مرتبطة بوجود اللقب ولكن مرتبطة بالله أنا بشرحه لحضرتك وهو ده اللي بيعاني منه كثير من المتزوجين بالفعل إن هم بيبقوا ساعات عايشين مع بعض عشان بنقصة التلاج يعني أي راجل بيبقى سنجل حتى لو هم تجاوز هم حتى ما بيقصتوش التلاج آه ده بيبقى فيه بيتقال إنه أنا طب إنت عايش معها ليه؟ لك عايش أم القصة التلاج تجاه تهزر؟ طب إنت مكمل معها ليه؟ وإيه مكملة معك ليه؟ الإحساس بقى بالعنوسة ده لازم نبقى فاهمينه فكرة الوحدة فكرة عدم الأمان صحيح عدم الإحساس بإن فيه شخص بيشاركني حياتي واقف جنبي المصاحبة يعني حتى في القرآن الكريم فكرة وصاحبته وأخيه فكرة الصحبة مهمة جدا نية السكن اللي أنت بتروح له عشان ترتاح إنه لو أنت فعلا عندك هموم الدنيا وروحت لدي دي سكنك يعني إنه إحنا بنسكن في بعض نعود مع بعض بفيه كامبني فيش بقى الكلام ده بس هي لما لقيت ده استوشهد هي بقى عملت قولك مش هفرح تاني تقولي إيه بقى للنوع ده من البنات لما نيجي بقى للقصة تاني بتاعت حضرتك إنه إحنا أمام إنسانة في مرحلة مهمة جدا من عمرها وكطبيب لازم أبص على المرحلة دي إن هي برايم يعني في قمة نطجها إنها كمان تكون أسرة وتبقى أم والرغبة والإحساس بالأمومة مش بالضرورة إنها تبقى عند كل الستات فهي رغبتها في إنها ترتبط في السن ده في منتقى الأهمية ما نقدرش إن إحنا نتخطاه دي أول حاجة تاني حاجة إن الستة دي اتعرضت لعدة صدمات في حياتها مش صدمة واحدة لا كتير صراحة أولا اللي هي ذكرته إنه مش بقى فكرة وصمة الطب النفسي فكرة إن هي كانت ماشية بارالل مع أختها كترفيقة حياتها وبعدين فجأة أختها طبت منها دي لأنها دخلت في الدوانة وقت الطريفة من كامل التعب بتاعها فما بقتش معاه ما بقتش رفيقة حياتها معاه الخطيب الحاجة التانية إن الأب بعت إن الأب سافر ما هو من الأول كان مسافر بيشتغل بارة موجود لا هو هو لما توفع عمل الأزم ابتعد ابتعد الأول ما بكنش موجود واضح إن العلاقة مع الأم كما تراءة لنا في آخر القصة مايش أحسن حاجة فغياب الأب هنا خلى إن الوحيدة اللي كانت معاها أختها أختها تعبت فأدي أول حاجة تاني حاجة وهي في منتعة الأهمية إنه ابتدتها تحس إنها لوحدها وإنه في ضغوط مجتمعية لما حاست إنها بقى هتفرح جالها بقى الطيار حلم حياتها الراجل تعرض لحادث أليم وإستوشهد فخسرت حب حياتها فخسرت صديقتها ورفقتها وأختها التلت أدوار في بعض مع غياب أب أو أم قريبين منها هممكن أميرة تبقى محتاجة علاج نفسي استني خلينا نقول الصدمة الأخرى وان داتي عبالة بترميل كده جدا يا دكتور رادو وفاة الأب دي صدمة كبيرة جدا طبعا دي تخلينا نقول إنه أميرة نفسها دلوقتي ممكن تكون بتمر بحالة اكتئاب Thank you ومش بس كده كمان اهتزاز في الثقة بالنفس هي نفسها محتاجة تقعد مع حد متخصص عشان تعيد أجندتها مع نفسها عشان تعيد بناء نفسها وأولوياتها وتشحز عزيمتها إنها تقدر تكمل وهي في أول حياتها وتأمل اختيارات سليمة هسألك سؤال وهنجاوبه بعد الفاصل تفضلي سؤال مهم جدا لو بنت ارتبطت كذا ارتباط رسمي أو حتى غير رسمي ما حصلش نصيب تقول أنا هتجوز أحسن عشان أبقى مطلقة من إني أبقى ما تجوزتش خالص أو في نظر المجتمع عانس تعمل كده ولا لا إنتي بجد استنونا بعد الفاصل يس بليز يا طارى لو البنت ارتبطت كذا ارتباط رسمي ومحصلش نصيب بدأت تكبر في السن تتنازل وتوافق على المتاح بدل كلام الناس ولا تفضل على موقفها لحد ما تلاقي الشخص المناسب طب حتى لو اتجوزت واتطلقت بعدها هل فعلا إن الوحدة تبقى مطلقة أحسن ما تبقى اللقب اللي بيقولوه عانس ده أهم سؤال خرجنا به من قصة أميرة نهارد محتاجين أفكر في إجابته مش عشان أميرة وبس لا مش عشان كل بيت بتفرج علينا ممكن يكون عنده بنت زي أميرة فعايزين نعرف نعمل إيه وضغط المجتمع وكلام الناس البيخ اللي حوالينا في دايرتنا أو بارة دايرة تبقى محتاجين نتكلم يمكن صوتنا يوصل يمكن تقتنعوا إن إحنا صح هنشوف الآخر عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور رادو عبدالعزيم استشاري الطب النفسي ردي على السؤال بس كده مفيش واحدة هتاخد نفس القاعدة اللي أنا وينسي هنتفق عليها واتنفزها بس ميبي ميبي أو ممكن نغير حاجة في المجتمع يعني في بعض الأنسات مجتمعاتهم متحفزة جدا من فاش تقعد أصلا مع واحد غير لو اتجاوزته لأ إحنا عايزين جواز صالونات وجواز العقل ما عندناش مشاكل بس أخد أي واحد وخلاص لأ اللي أنا بقوله إنه هي ما بتاخدش فرصة حقيقية كاملة ما بتخرجش مع واحد تقعد معا تشرب شاي وقهوة في كافي بستاذن يكون معهم حد في مكان عام ولا حتى معهم حد أنا بشوف جميع نمازج المجتمع فبالتالي ما تقدريش تفضلي حضرتك تقول لها لا ما تجربيش خارس نفس المجتمع المغرق ده إنه أبغض الحلال هو الطلاق ولكن على الأقل هتاخد فرصة إن هي ترتبط بواحد وتعيش معا حياة عشان تبقى أخذت الفرصة الطلاق والزواج في مجتمعنا لو إحنا شلنا منه فكرة المهر والشبكة والقايمة والتفاصيل المادية الكتير قوي هنتجوز بالمقايدة؟ ارتباط شرعي زي ما هو ارتباط في أي مجتمع تاني ما عندوش نفس التفاصيل يعني إله وشلناها منه بس أنا عايزة النقطة دي هتتخذ علينا جامد قوي نشيل منه الحاجات دي وبعدين نخلي الجواز بالإيه لأنا بتكلم فيه إنه لازم نشوف المجتمع بجميع شريحه شريحة ما عندهاش رفاهية إنها تتعرف على واحد غير في إطار شرعي رسمي بشكل كامل بمعنى إنها حتى تخرج تقعد معاها تتكلم فتقول لا من الأول وخلاص؟ لا لما يبقى فيه آريحية لأحد الشبان اللي متقدم لها ويبقى فيه توافق سواء مادي واجتماعي وثقافي حاجات اللي احنا دايما بنقول إنها مهمة هم أكيد مش يدخلوا حد برضو دكتورادو عليهم مش مدياً كويس مترأة أواجهك وقولك ما فيش أكيد خالص في مجتمعنا وإنه أنا بشوف جميع النمازج وأي حد ممكن يبقى متقدم لأسباب مصالح مصهرة توفيق أوضاع توفيق أوضاع ويالتهم بيوفقوا أوضاعهم بيوفقوا زيتنا في دقيقنا اللي نعرف أحسن من ما عرفوش هتاخذي ابن تنتعفاف ولا هتاخذي ابن خالتك عشان نعرفه أحسن من ما نعرفوش اللي احنا عايزين نتفعل يا سالي إن دازم يكون القرار رقم واحد هو للزوجة أو للزوج ويليها القرار اللي إن شاء الله فبالتالي مهمة قوي تتجوزي ويليك قرار يا إما بقى الكلام اللي احنا سمعناه من صحبتها أو من الناس ليه دايما يقولوا له واحدة حلوة وكملة وشايف أن هي كاملة وطبعا الكملة اللي هو واحدة بس أنا قصدي كاملة إنه متوفر فيها شروط كتير جدا تخليها واحدة حلوة يعني كاملة وشخصية حلوة وتعافي تعمل حاجة حلوة ليه يتقال عليها إن هي حتى شروط معقادة جدا إن هي بتتنك إن هي لا تصلح إن هي ممكن تكون ما تقدرش تفتح بيت ليه بنقول كده يعني ليه عشان واحدة حلوة دايما نديها تهاني خلينا نفرق ما بين مسائلين مشهورين قوي من كتر خطابها بارد واللي عايز الجميلة يدفع مهرها إيه ده أنا أومار أسمعه ده الحقيقة دايما ده جديد معلمني المثل ده أستاذي يعني وأستاذ الكل أستاذ الدكتور يحيى الرخاوي كان دايما يقول لنا المثل ده إنه الجميلة اللي حقيقة بتوصفيها دي اللي عايزها لازم يكون قادر يدفع مهرها جميل ثقافة تعليم فلوس يعني يقدر يصرف عليها يقدر يصرف على وجوده أو تكافه زي ما بيقوله إنه نبقى ماتشنج مع بعض إحنا نافعين ما هو ماشه هينفع حضرتك الجميلة اللي احنا نكلم عنها تتجاوز واحد فاشل يعني لأمور ما بتمشيش كده فيه مثلا تاني بيقولك حظ بالكبش يعني هي ممكن تبقى جميلة بس شخصيتها مش حلوة أو هي شبه البناء ده من اللي جاي احنا مش بنتكلم على دي نتكلم على الجميلة شكل أنا جماعة بقى إنه النهاردة قصة هي قالت أنا على قدر أنا هعلق على كذا حاجة في القصة على قدر كبير من الجمال دي اللي احنا نتكلم عن دلوقتي اللي بعدها بقى أقوله لك بس بعد ما حركت خلاصي نقطة فاللي أنا عايزة أوصله لك يا سالي إنه فكرة الجميلة هنا أصد الست اللي تستاهل فالشروط اللي حضرتك بتتكلمي عليها هنا هي إنه الراجل اللي كمان ينفع يرتبط بهذه الست ونفس الحكاية للراجل يعني أنا مش بقول إن الستات بس كده مش كل فيه راجل يتقلوا بالدهب يعني فيه رجالة بيتقلوا بالدهب فتلاقي إن الاختيار لوحدة ست مطلع عيني بس يا رضوة أنت كده بتقول إنها لو ما لقيتش تفضل مستنية أنت عايزة تفضل مستنية ما جيتش سيرة المستنية ولا مش مستنية أنا اللي بقوله دلوقتي يا لو ما لقيتش الكلام اللي تعملات وإيدها كله إنه سوق الاختيار وعدم الاختيار سوق الاختيار وعدم الاختيار لهم نتايج ودنا محكمة الأسر لو أنا مش قادرة على إن أنا أبقى الواحدي أكمل حياتي عزباء إذن أنا واضحة مع نفسي أنا هعمل اختيار لراجل ممكن يكون أقل حظا مني هتنازل أصدق يا فندم لحظة واحدة خلامي واضح أنا عايزة أعرف قلت أنا هعمل اختيار الاختيار هنا هو اختيار بناء على معلومات بنسميه informed decision يعني قرار بناء على معلومة أنا عارفة إن زوجي أقل مني مديا ده بما معنا برضو تنازل أنا مصممة على المصطلح ده تتنازل لحد إمت يعني هاخد أقل مني إيه وإيه وإيه أولا أنا ما جبتش كلمة دينتي نخترت فيهم ما هي هي فما تلبسيها لي هي هي بتكلم يا رضوة بعرفة لو أجيبك كلام كده هي هي خالص خالص طب لما أنا هاخد واحد أقل مني في حاجة ما أنا تنازلت عن طموحي وعن الحاجة اللي زي لو ديتيني بس فرصة هaveً يقولك اللي أنا عايز أقوله اللي أنا عايز أقولهوُphabet أي إنه أنا هنا أنا اخترت حاجة تانية في الراجل ده شفتها أكثر أهمية وعرفت يعني تنازلت عن حاجة عشن أختار حاجة تانية وعرفتم نقدار نفسي لا لأنه أنا عارفة أن أنا مش هقدر أكمل لوحدي دي قدرتي فعملت إيه؟ مش كل الستات زي بعض مش كل الستاتي ليه نفسي محتاجات؟ أنا مش محتاجة راجل في حياتي أنا مش هقدر أستحمل واحد نقصه أي حاجة من طلباتي طيب أنت ليه؟ طيب أنا هسألك سؤال بطريقة تانية شوفي أنا هبقى عريق أحكي إزاي؟ ليه رفض كلمة تتنازل لما أخد حاجة أقل من طموحي أبقى تنازلت عنه؟ أقول لحضرتك ليه لأنه اقتران التنازل بالإحساس أن أنا ضغط على نفسي الستة اللي هي مرتبطة أو دخلت في ارتباط مع راجل هي شاف أنها عصرت على نفسها لمونة علشان تكمل معاه الستة دي هتتعذبه في حياته وهي كمان هتتعذب فأنا ما بزقش أي حد أو ما بدعمش أي حد شايف أنه هو داخل علاقة متنازل لأنه ده اختيار سيء إنما لما أكون داخل العلاقة وأنا عارف إن أنا بختار اللي أنا عايزه إن أنا بختار اللي أنا أقدر عليه إنه أنا الشخص ده جاي في حياتي عشان يكملني كلها كلمات مختلفة يا صديقتي العزيزة وليس فيها إحساس التنازل وليس فيها الضغط النفسي إلا أنا بحط نفسي فيه وبحط الشريك فيه أو زي ما بيقوله أنا بحاول أبسط الكلام على قد ما أقدر عشان لو فيه ناس بسيطة بتفرج علينا إنه باخد خطة بديلة يعني قلت عايزة واحد كذا ما أنا اختارت يعني إلا أنا اختارته ما لقيتوش فأنا اختارت حاجة بديلة وعززتها كذا مرة زي ما حد يقولك لو أنت ما عندكيش مثلا واحد اتنين ثلاثة في شخصيتك بس عندك واحد اتنين ثلاثة هلعب على الواحد اتنين ثلاثة اللي عندي الدبل عشان ما بيين لكش أنا ما عنديش كذا طيب أنت هنا بتتكلمي على إن أنا حلم حياتي إن أنا أتجوز كيفين كوستنر ده ما هو ده ما اللي مش بديل أجيب لك بديل منين يا شيخ ده ممثل أمريكي عايش في أمريكا أخد واحد أمريكي مش عايش في أمريكا بس خدت نص الحلم وتفاصيله موجودة بس في شخص اسمه كيفين كوستنر في المكان الفلاني هو مش كل تفاصيلي اللي موجودة في خيالي بالضرورة هلاقيها في الواقع فهنا فيه فريق كبير قوي إن أنا لازم كمان يبقى فيه واقعية وإنه أنا بعيد على حضرتك ومنطقية في اختياري في الحاجات اللي بقول إنه أنا لازم أبقى عارفة نفسي أنا هقدر لحد إمتى نهارده أميرة صديقتنا العزيزة اللي بعتت لنا عشان تستشرنا قعدة بتتندم على إن هي وصلت للخمسة وثلاثين وما لقيتش أي حد فيه على السؤال ده أنا فيه حاجة عايزة أختم بيها معاكي مهمة جدا أنا شفتها في القصة ويمكن إحنا ما علقناش عليها إيه هي؟ عايزة أقولك إنه كلهم كان العيبة عندهم هم مش عندي أنا في كده؟ طبعا في كده كلهم؟ طبعا يا رضوة؟ طبعا ما فيش واحد بطلع أنا مثلا يعني ما ينفعش أقول أنا ندمان أني ضيعت كذا من إيدي؟ ما ينفعش إن كنتي تحرميها من فكرة إن هي كانت قريدي مرتبطة وعلى وش جواز وإن حبيبها اللي فضت معها العلاقة فترة إذن هي لقيت اللي هي بتدور عليه استشهد فهي مش ما كانش عندها ولا علاقة هي كان عندها علاقة بالفعل أنا قصدي اللجوم بعده يعني هي قدرت تتجاوز ده لحظة ومش سهل وقت من حياتها هنا بقى جاي هو مين قال إنها تجاوز ده ما يمكن البنش أصلا اللي حطوا الطيار كان أعلى من أي حد جا بعده لأنه الحياة اللي كانت عندها مع الطيار ما قدرتش إنها تشوف إنها ينفع تعيدها مع أي حد تاني أو تشارك أي حد تاني فمحدش أخذ مشاعرها إنها تغير رأيها تنصحيها بإيه بقى وأي حد بتفرج علينا إحنا نصحناها ونصحنا غيرها يعني أثناء الكلام الحقيقة إنه مهم جدا إنه أنا أعرف أنا إيه بجد قدراتي إيه احتياجاتي إيه اللي أنا أقدر أستحمله إيه اللي مش هقدر أستحمله وإيه اللي حوالي عشان ما ضيعش فرصي بدور على خيال وأحلام مش هقدر أوصله وأبقى حتى دايما في حسابي إنه فيه وقت وفيه عمر بيجري وبالتالي لازم أبقى وأخذ قرار بناء على معلومات أنا أده عشان ما أفجأش إنه ساعة العمر بقت خمسة وتلاتين خمسة وأربعين خمسة وسبعين وأنا بقول ياريت كنت جربت مع فلان أنا كنت عبيطة فبالتالي هنا مهم جدا القصة ماهاش المجتمع القصة إنه الفرص دايما بتتاح للبني آدم مش مرات كتير فلازم أفكر كويس قبل ما أشطب على فرص ممكن تكون مش هتتكرر تاني وكان ممكن تديني نوع مختلف من الحياة أنا بشكرك جدا نوارتين يا دكتور رادو نور نورك تانكيو أنا بقى ممكن أختلف معاك يا دكتور رادو وأبقى في آخر حاجة إنه أنا مش عايزة حد يخفلة من سن ولا من عمر ولا أقول يا ريتني ولا الوقت عدة من فضلك لا فيه حاجة اسمها أطرق جواز ولا فيه حاجة اسمها السن فتني ولا فيه حاجة اسمها كده لو أنا هتكلم كده هتكلم بايولوجي إنه بايولوجيا سن الخلفة لأنه دي مش حاجة بأيدينا ده اللي بنتكلم فيه لكن الجواز وإنتي عداكي الأطر ويا بنتي الناس كالت وشنا حرم عليكم لأ بس أنا ما بقولش كده خالص يا سالي فأنتي مش مختلفة معايا إحنا قلنا طول الوقت في الحلقة دي إنه لازم القرار يكون بناء على معلومات informed decision اللي أنا بقوله هنا هو إن كل واحدة لازم تقيم هي عايزة إيه أنا رأيه بناء على المعطيات أقيم أنا عايزة إيه دي حاجة تاني حاجة وأهم حاجة يا دكتور رادو إنه لا اللقب ده أحسن من ده ولا فيه حاجة اسمها ألقاب هنشيلها أه لا أنا بتكلم عشان إحنا حلقتنا النهاردة عن كده بس أنا عارفة لا مش ليكي إنت يا دكتور رادو أنا بتكلم للمجتمع ككل إنه إنتوا خليتوا واحدة تفكر أبقى مطلقة ولا أبقى عينس فدي مشكلة كبيرة جدا المشكلة دي يا سالي مش خاصة بالمجتمع اللي أنا كنت بناقشو مع حضرتك طول الحلقة إنه الست القوية الوثقة من نفسها اللي عارفة هي عايزة إيه ودي أهم نقطة تقدر تدافع عن اللي هي عايزة ولكن علشان ما يبقاش فيه ندم أو أحساس بالفقت لازم تبقى واخد القرار بناء على معلومات وبناء على حكمة مش مجرد أحلام بعيدة عن الواقع بس كنت تنورتين زي ما سمعته عملنا اللي علينا وزيادة وبتمنى أنا ما يجلناش قصة زي دي تاني في قصة حقيقة باي باي